والعلم الشرعي إنما يوزن صاحبه بما يقوله مستلدا في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على حسب ما فهمه السلم رحمه الله من نصص الكتاب والسنة لأن من يأتي يقول أنا عندي دليل من القرآن أنا عندي دليل من السنة المعتزلة يقولون عندنا أدلة الأشاعر يقولون عندنا أدلة الجهمية يقولون عندنا أدلة ولكن يقال الاستدلال بالكتاب والسن على حسن ما فهمه السلف رحمهم الله ولا أدل من عبارة عمراء بن عبد العزيز إذ قال قف حيث وقف القوم